الله بركاته يعطيكم العافية أول اليوم رح ناخد درس الأذان والإقامة الأذان والإقامة بنا نتعرف إيش يعني أذان وإيش يعني إقامة الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة عندما ينادي المؤذن ويقوم بتعريفنا بأن موعد الصلاة قد آن فهو يؤذن لإقامة الصلاة الأذان يأتي قبل الإقامة بعدما يؤذن المؤذن بوقت قصير تكون الإقامة الأذان يكون خمس مرات في اليوم على عدد الصلوات التي نصليها في اليوم صلاة الفجر صلاة الظهر نسمع الأذان وصلاة العصر نسمع الأذان وعند صلاة المغرب يقوم المؤذن ويؤذن وعند صلاة العشاء يقوم المؤذن ويؤذن إذن الأذان نسمع خمس مرات باليوم الأذان هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لاحظ أن المؤذن ذكر الله أكبر أربع مرات وقال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين الآن الإقامة ما معنى الإقامة؟ هو إعلامنا بوقت إقامة الصلاة ما معنى الإقامة؟ يكون المصلون في المسجد ويستعدون لإقامة الصلاة هذا الفرق بين الإقامة وبين الأذان الأذان إعلام المؤناس بدخول وقت الصلاة أما الإقامة فهو يكون المصلون مستعدون لإقامة الصلاة في المسجد الإقامة سوف يقيمون الصلاة صلاة الظهر، العصر، الفجر، أي صلاة بيؤذنها المؤذن بعدها بوقت قصير تكون الإقامة الإقامة هي إعناونا بوقت الصلاة يكون المصلون على استعداد متوضيين وموجودين في المسجد حتى يؤد الصلاة التي قام المؤذن بإعلامنا بدخولها هذه هي الإقامة الأذان هو إعلامنا بدخول وقت الصلاة هلأ الإقامة كم مرة بتكون؟ على عدد الأذان كونه في أذان ما لا تعرف أنه في إقامة خمس مرات أذان المؤذن إذن خمس مرات الإقامة ثلاث مرات أذان إذن ثلاث مرات الإقامة هلأ إحنا منصلي في اليوم خمس صلوات ومن قيم الصلاة تمام كلمات الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لاحظ مرتين حكينا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة غير عن الأذان أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة حي على الصلاة مرة واحدة حي على الفلاح مرة واحدة لاحظ كلمات الإقامة متى نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نقولها مرتين في الإقامة هيك بعلمنا المؤذن إنه قامت الصلاة بعد ذلك يقول الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله مرة واحدة بدنا نعرف كل جملة كم مرة ذكرها المؤذن قد قامت الصلاة قامت الصلاة نقولها عند إقامة الصلاة بشعرنا إن الصلاة قامت يلا استعدوا عشان نصلي حلق بعد ما ننهي الصلاة في دعاء لازم نحكي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته هذا الدعاء لازم إحنا نحكيه ومع المؤذن لما ينتهي من الأذان كل صلاة كل أذان عندما يؤذن المؤذن بعد الأذان يحكي هذا الدعاء لازم إحنا نعيده مع الأذان الآن بدنا نشوف الأسئلة صح وغلط سماعوا الإقامة يدلني على دخول وقت الصلاة هل يدلني الإقامة على دخول وقت الصلاة حكينا الأذان الذي يدلن على دخول وقت الصلاة إذن الإقامة معناها إحنا بدنا نصلي ونستعد للصلاة إذن الإجابة خاطئة لأنه عند سماع الإقامة يجب أن نقوم ونصلي أما عند سماع الأذان فهو يعلمنا على دخول وقت الصلاة بدنا نميز طيب السؤال الثاني نقول في الأذان قد قامت الصلاة إحنا حكينا في الأذان قد قامت الصلاة لا إحنا حكينا قد قامت الصلاة في الإقامة الآن يكون لفظ قد قامت الصلاة بعد لفظ حي على الفلاح عند الإقامة نعم إحنا قلنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بعد ما حكينا حي على الفلاح حي على الفلاح إذن بدنا نميز بين الإقامة وبين الأذان وتعريف الإقامة